بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول للفصل الأول في الرياضيات للسنة الثالثة ثانوي رقم سبعة أنصح به شبهة العلوم التجربية والتقن الرياضي والرياضي لأنها مسألة رائعة قال التمثيل البياني المقابل له سي جي هذا هو سي جي هو للدالة جي المعرفة على المجال من الناقص أربعة إلى إثنان يعني من هنا إلى غاية هنا قال والقابل للاشتغاق على المجال المفتوح من ناقص أربعة إلى إثنان قال مما سيني للمنحنى سي جي إحداهما ما إلا معدلته إيج لقسين ناقص إثنان إكس هذا هو الذي باللون الأزرق وثاني معادلته إيج لقسين ناقص إثنان ها هو يا أبنائي هذا الأفقي قال اعتمادا عن التمثيل البياني أجب عن ما يأتي واحد قال عين في المجال من ناقص أربعة إلى إثنان النهاية اللي هي لمت جي لإكس على إكس لما إكس يول إلى الصفرة ثم ثانيا قال حل في المجال من ناقص أربعة إلى إثنان المتراجحة جي فتحة لإكس أكبر أو يسين صفرة ثالثا قال أف الدالة المعرفة على المجال من ناقص أربعة إلى إثنان بي أف لإكس تسعين جي لإكس ناقص واحد يعني أكيد تركيب يعني الدالة ألفية متبوعة بالدالة جي قال أحسب أف لواحد وأف فتحة لواحد رابعا قال أش الدالة المعرفة على المجال من ناقص أربعة إلى أربعة بي أش لإكس تسعين جي لناقص القيمة المطلقة لإكس قال شكل جدول تغيرات الدالة أش إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق ابنائي في الإجابة على السؤال أول قال عين في المجال من ناقص أربعة إلى إثنان النهاية لمت جي لإكس على إكس لما إكس يقول إلى السفر إذن نكتب هنا كعنوان تعيين لمت جي لإكس على إكس لما إكس يقول إلى السفر لاحظوا جيدا أبنائي لو ندقق إلى هذه لو نلاحظ إنها إذن لمت جي لإكس على إكس لما الإكس يقول إلى السفر إنها نفسها لمت دققوا جيدا لمت جي لإكس ناقص جي لسفر على إكس ناقص سفر لما الإكس يقول إلى السفر مع أنه عندنا ماذا عندنا جي لسفر انظروا ها هي جي لسفر نفسها هي ماذا هي السفر معناه هذا هو معناه يمثل لنا العدد المشتق أو الاشتقاقية عند صفر وتسألنا كم وتسألنا جي فتحة لصفر لكن جي فتحة لصفر ما هو إذن جي فتحة لصفر هو ماذا هو العدد المشتق الذي هو معامل توجيه المماس المائل من هو ذو المعادلة إيقلق يسعين ناقص إثنان إكس أين هو هذا المماس ها هو يا أبنائي لاحظوا جيدا إذن أعيد قلت ها هو تلك المماس حتى تفهموا جيدا إذن هنا معناها العدد المشتق عند ماذا عند الصفر الذي يمثلنا معامل توجيه هذا المستقيم ومعامل توجيه هذا المستقيم ها هي قيمته والعدد المضروف في الإكس إذن ومنه ومنه ما نجد نجد أن جي فتحة لصفر كم تساوي أبنائي تسعين ناقص إثنان أي حتى نفهم جيدا أي أنه لمت جي لإكس على إكس لما الإكس يؤول إلى صفر إنها تسعين ناقص إثنان أرجو قد فهمتم الفكرة إذن أعيد حتى يفهم الجميع إذن قلنا أن لمت جي لإكس على إكس لما إكس يؤول إلى صفر هي نفسها لمت جي لإكس ناقص جي لصفر التي هي كم قلنا صفر لهذا لا تظهر وهنا صفر كذلك لا يظهر إذا وضعناه لا يحدث شيء وتسعين جي فتحة لمن؟ لصفر حيث هذا الجي فتحة ما هو؟ هو معامل توجيه المماس المائل قلنا المماس المائل هو هذا المماس وبما أن معامل توجيه كم يصبح لنا هو العدد لأن معامل توجيه لشيء هو العدد المضرب هنا في الإكس كم إنه ناقص إثنان ومن أن تصبح لنا هذه القيمة كم؟ بما أنها تساوينا هذه القيمة التي بطبعها تساوينا ناقص إثنان فقط أبنائي أرجو قد فهمتم لأنه لا يوجد هنا حسابيا إنما بيانيا فقط إذن هكذا لو طلب مننا مثلا نهاية أخرى ركزوا جيدا حتى تفهموا إلى هذه الأشياء البيانية تخيلوا طلب مننا وقال أحسب لنا لميت جي لإكس ناقص ماذا؟ ناقص إثنان على إكس زائد إثنان لما الإكس يقول إلى ناقص إثنان يقول من البيان هنا كذلك نلاحظ أن يريد مننا أن العدد المستقع عند هذا الممسل الأفوقي حتى نفهم جيدا هذه بطبعها ماذا تساوينا؟ تساوينا للميت حتى تفهموا إلى هذه الأمور الهندسية تساوينا جي لإكس ناقص جي لناقص إثنان على إكس ناقص ناقص إثنان لما الإكس يقول إلى الناقص إثنان وتساوي لنا جي فتحة لناقص إثنان وتساوي الجي فتحة هو معامل توجيه هذا الممسل الأفوقي ومعامل توجيه الممسل الأفوقي إنها صفر إذن العدد المشتق عند النقطة ذات الفاصلة ناقص اثنان ها هو معامل توجيه انظروا إنه ميله كم صفر فنقول إنها صفر حتى تفهم جيدا التي تمثل قيمة حدية محلية للدالة ج فقط بعدما أنهينا ووضحنا هذا الأمر نأتي الآن إلى السؤال الثاني قال حل في المجال من ناقص أربعة إلى اثنان المتراجحة ج فتحة لإكس أكبر أو يسايلنا الصفر إذن نكتب هنا حل المتراجحة التي اسمها ج فتحة لإكس أكبر أو يسايلنا الصفر هي ماذا هي نقول حلول المتراجحة هي فواصل النقط من المنحنة التي تكون فيها الدالة ج كيف هي متزايدة انظروا ج فتحة ج فتحة معناه الدالة تكون متزايدة الدالة إن هي متزايدة إنها من هنا متزايدة انظروا إلى غاية هذا ونحن قلنا الفواصل معناه الجواب يكون من هنا إلى هنا فقط فتصبح لنا اس تسايلنا ماذا من ناقص أربعة إلى ماذا إلى ناقص اثنان هكذا هذا هو الجواب لو قال مثلا ج فتحة ج فتحة لإكس أقل تمنى الصفر أكيد هي الأماكن التي تكون فيها الدالة متناقصة يعني من هنا فواصل دائما نقول فواصل معناه الجواب أكيد سوف يكون من هنا إلى غاية هنا معناه لقلنا اس فتحة لو سأل هذا السؤال لقلنا من ناقص اثنان إلى غاية ماذا إلى غاية الاثنان هذه هي الأماكن التي تلاحظون هنا إنها من هنا تكون الدلة كيفية متناقصة الدلة متناقصة معناها المشتقة سالبة فقط أبناء بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى ثالثا قال أف الدلة المعرفة على المجال من ناقص أربعة إلى اثنان بي أف لإكس سألنا جي لإكس ناقص واحد هنا أكيد مركب دلتين قال أحسب أف واحد وأف فتحة لوحد إذن لاحظوا جيدا أولا نقول حساب أف لمن لوحد تصبح لنا هنا ما علينا إلا إتيان بعبارة الدلة أف ها هي أمامكم ونعوذ بالعدد الذي اسمه واحد إذن نعوذ هنا بواحد ونعوذ هنا بواحد فتصبح لنا كم تصبح لنا تساوي لنا جي لواحد ناقص واحد وهو جي لصفر جي لصفر انظروا ها هي صورة الصفر هنا بهذه الدلة هي الصفر يعني هنا في المبدأ إذن كم تساوي لنا صفر الآن حساب كذلك جي فتحة آف فتحة لوحد حساب آف فتحة لوحد أولا لاحظوا جيدا مركب دلتين كيف تشتق لا نقول أنه مشتق هنا والمشتق هنا كما أوضح هنا يعني هكذا نضع هنا هكذا شرطة ما نسميه المشتقة ونقول إنه الجواب لا لأن مشتقة دلة مركبة لاحظوا جيدا إذا كانت عندنا مركب دلتين آف عندنا مثلا آف لإكس تساوي لنا ماذا تساوي لنا جي لهاكذا إي لإكس حتى تفهموا جيدا إذا وضع من هنا رمز المشتقة ووضع من هنا رمز المشتقة فتقول قعده مشتق هذه التي بالداخل دقيقوا ما تصبح هنا إي فتحة لإكس في مشتقة هذه التي في الخارج معناه في جي فتحة لإي لإكس هكذا حتى تتفهموا جيدا معناه أعطيكم مثال بسيط إذا أعطيت لنا آف لإكس مربع هكذا وطلب من هنا عملية الاشتقاق المشتقة التي بالداخل هي إثنان إكس في آف فتحة لإكس مربع مشتق البنته مشتق هذه البنت في مشتق الأم للبنت حتى تتفهموا جيدا الآن معناه لو نأتي إلى هذا المثال التي هو بحوزتنا إذن ها هو المثال تصبح لنا آف فتحة لإكس ماذا يسوي يسوينا مشتق هذه التي بالداخل إكس ناقص واحد لما نشتقه أكيد يعطينا واحد لأن هذه دالة تآلفية في مشتق التي بالخارج معناه صبحنا في جي فتحة لإكس ناقص واحد حتى تفهموا جيدا إذن قلت مشتق التي بالداخل في مشتق التي في الخارج لكن بالداخل تبقى هي هي إكس ناقص واحد تبقى لا تتغير تعالوا الآن نعوذ بالعدد الذي اسمه واحد عوذ هنا بواحد وعوذ هنا بواحد فماذا ينتج تبهنا آف فتحة لواحد يسوينا واحد في جي فتحة لمن؟ لصفرة جي فتحة لصفرة قد وجدناه يا أبناء في أول جواب أين هو؟ ها هو تلك الجواب انظروا ها هو جي فتحة لصفر وجدناه ناقص اثنان فنقول هنا تسايلنا ناقص اثنان فقط أرجو قد فهمتم طريقة الشرح فقط بعدما أنهينا مع هذه السؤال نأتي الآن إلى الجزء الآخر وهو الجزء الرابع قال آش الدالة المعرفة على المجال من ناقص أربعة إلى أربعة بي آش لإكس جي ناقص القيمة مطلقة لإكس قال شكل جدول تغيرات دالة أرش إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدالة التي اسمها أرش عفوا التي اسمها أرش لكن قبل أن نتحدث عن أن الدالة نشكل جدول تغيرتها لا يوجد لنا عبارة إنما هي تستنتج من عبارة أو من جدول تغيرات الدالة جي لكن قبل هذا نقول هكذا نقول بما أن ماذا بما أن دي آش متناظرة بالنسبة إلى ماذا إلى الصفر لماذا انظروا الصفر هل يقع في هذا المكان في منتصف المجال نعم هذا الجزء الأول بالنسبة إلى صفر و إكس ينتمي إلى دي آش وكذلك ناقص إكس ينتمي إلى دي آش وعندنا آش لناقص إكس ماذا يساوي تعالوا نعوذ هنا بناقص ونعوذ هنا بناقص حتى تلاحظوا شيء معين تصبح لنا تساوينا جي لناقص ناقص القيمة المطلقة لإكس لكن القيمة المطلقة لناقص إكس هي نفسها القيمة المطلقة لإكس معناه هو تساوينا ماذا وتساوينا جي لناقص القيمة المطلقة لإكس وتساوينا آش لإكس وهذه الخاصية لمن يا أبناء من هي الخاصية التي آش لناقص إكس تساوينا h لx مع أنه مركزه هو الصفر فماذا نقول نقول ومنه h دالة كيف هي زوجية دالة كيف هي زوجية وجدول تغيراتها يكون متناظر بالنسبة بالنسبة إلى ماذا إلى الصفر هذه ملحوظة أو مهمة جدا على الدالة الزوجية أن الصفر يكون هو مركز مجالها وكل شيء يتناظر بالنسبة الآن علينا أن نقوم بشيء عندنا أن القيمة المطلقة لx المعروف عليها أنها تساوينا قيمتين تساوينا x وتساوينا ناقص x تساوينا x إذا كان اكس أكبر أو يساوي الصفر وتساوينا ناقص x إذا كان اكس أقل من الصفر معناها علينا أن نلاحظ من هذه ماذا سوف نجد دقيقوا حتى يملأ الجدول لطريقة سليمة فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا مع اكس يجب أن يكون أكبر من الصفر معناه تساوي لنا هكذا تساوينا جي لناقص x إذا كان اكس أكبر أو يساوي أو اكس أكبر أو يساوينا الصفر أكيد ومحصور بين الأربعة هذا لجدال معناه يمكن أن نقول اكس يكون اكس محصور لاحظوا جيدا اذا قلت اكس يكون محصور ما بين الأربعة والصفر لأن لا نتركه يعني هنا حر هنا تقرأ من الصفر إلى الزائد ما يعني لكن دل معرفة من الناقص أربعة إلى الأربعة ويساوي لنا نأتي بهذه القيمة ونعوضها في هذا الموضع لما نعوضها ماذا تصبح تصبح لكم جي لناقص ناقص اكس التي هي جي لإكس معناها سبحانيا هنا جي لإكس مع إذا كان عندنا الإكس محصور ما بين القيمتين ماذا ما بين الصفر والناقص أربعة لأن قلنا هنا المجال حر من ناقص ما لانها إلى الصفر لكن هنا علينا أن يكون محصور لأن المجال ليس مثل ما أعيد هذا المجال يقرأ من ناقص ملنها إلى السفر لكن إذا أدخل هنا X يصبح لنا من ناقص 4 إلى السفر فقط وهنا من ناقص ملنها إلى السفر الآن لاحظوا جيدا ما هو الجزء الذي جدول تغيرات الدلة X يصبح يساين جدول تغيرات الدلة G هو في هذا المجال لماذا؟ لأن X لX يساين G لX أما هنا فيحدث تناظر بالنسبة إلى محور الفواصل كيف ذلك؟ لاحظوا كيف تتم العملية إذا أتينا أولا إلى الرسم سوف أوضح في الرسم ثم أوضح لكم في لدول التغيرات لأنه يصبح أمره جدا بسيط معناه منحنة CG ينطبق على منحنة CH في هذا الجزء والجزء المتبقي بما أن الدلة زوجية نناظره هكذا حتى تفهموا جيدا هكذا الأصل هذا الشيء الذي هنا علينا أن نترجمه إلى جدول تغيرات أرجو قد فهمتم أعيد حتى تفهموا جيدا بما أن أولا ركزوا عندنا X لX يساوينا G لX في هذا المجال معناه أنه منحنة الدلة ينطبق على منحنة الدلة G معناه يصبح لكم هو هذا الجزء ها هو الجزء الأول ولكن قلنا على أن الدلة A دلة زوجية فالدلة زوجية أنه متناظر منحنة متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب فيصبح لكم هنا وبحيث هنا تكون أربعة هذا الشيء الذي هنا علينا أن نقوم بطرجمته إلى جدول تغيرات تعالوا نقوم الآن برسم هذا الجدول هكذا دقيقوا حتى تتعلموا أبنائي إذن و هنا و عندنا هكذا و قلنا نجعل الصفر هو مركز المجال هذا إذن الدلة الزوجية لا يمكن على أن نقول أنها دلة زوجية إذا أعطينا مجالها ليس الصفر مركزه سوف أشرح لاحظوا جيدا إذن عندنا نقول X عندنا من ناقص أربعة إلى غاية هنا كم إلى غاية á الصفر هنا الصفر يجب أن نضع هذا الرمز امظروا هذا الرمز يجب أن نضع الدلة هنا غير قابلةAllah للاشتقاق لأن هنا الدلة لاحظوا تقبل نصف مماس هكذا وتقبل نصف مماس هكذا هنا تقبل الدلة��ين نصفين مماس فنقول هنا الدلة غير قابل الإشتقاق لو كانت حسبيا لو وجدناها غير قابلة للاجتقاق في جهة نجد مثلا في جهةitel سوف نجد الناقص اثنان وفي الجهة الأخرى أكيد سوف نجد الاثنان لو طلب مننا أن نقوم بحساب أو دراسة الاشتقاقية لكن هنا بما أن العبارة غير موجودة فلم يقوم بالطلب فقط حتى تفهم الفكرة جيدا لماذا أعيد لأن هنا أنظر كيف يأتي المنحان هل هذه النقطة تقبل الدالة عندها الاشتقاق؟ أكيد لا مئة بالمئة بما أنها لا تقبل فنضع هذا الرمز هكذا حتى تتفهم جيدا وعندنا قلنا أن هنا آش فتح لي اكس آش فتح لي اكس إذن هنا عندنا انظروا تصعد ثم تنزل إذن عندنا إذن لاحظوا هنا جيدا انظروا من هنا كيف نلاحظ أنها متزيدة إلى غاية ماذا؟ إلى غاية الناقص اثنان فنضع هنا ماذا؟ نضع هنا ناقص اثنان إذن هذه تعتبر قيمة حدية معناها المشتق عندها كم يساوي السفر لاحظوا إلى هنا كيف نفعل إننا نصعد إذن نضع هنا زائد ثم انظروا إلى هنا نحن ننزل إذن ناقص حتى نفهم جيدا ثم بما أننا قلنا الدالة زوجية فأكيد هذا الجزء يناظر هكذا حتى تفهموا لاحظوا لاحظوا وركزوا معي معناها الجزء الآخر كذلك نناظره بالنسبة إلى محور التراتب لأن الدالة الزوجية هذه وقلنا هذه الدالة أش إنها زوجية معناها يأتيكم هكذا منحانها البياني دقيق يأتينا من هنا هكذا ومن هنا إلى غاية ماذا؟ إلى غاية الأربعة إذن كذلك هذه القيمة يوجد لها ناظرتها بالنسبة إلى السفر وهي الإثنان إذن نضع هنا إثنان كذلك تنعدم ثم كل شيء نظير بالنسبة إلى هذا المحور معناها أربعة صورتها ماذا؟ إن نركز قبل أن نذهب إلى الصورة لكن انظروا هنا كيف نصعد إذن هنا زائد ثم انظروا نعيد مرة أخرى ننزل إذن ناقص فيكون التناظر بالنسبة إلى محور التراتب ليس بالنسبة إلى نقطة الآن تأتي إلى جهة H لـ X الـ X نتبع الأسهم إذن هنا نصعد هكذا دقيقوا ثم ننزل هكذا حتى نفهم ثم ماذا؟ ثم نصعد هكذا ثم ننزل مرة أخرى هكذا حتى تفهموا الفكرة ثم نقوم الآن بعملية الملء إذن صورة الناقص أربعة ها هي أما كم؟ إنها سفر وهنا نظيرتها سفر وهنا صورة الناقص إثنان إنها إثنان إذن هنا إثنان وصورة الإثنان الإثنان إنها كذلك من هنا الإثنان والصفر صورته إنها السفر كذلك لكن هنا في هذا المكان نضع هكذا نضع خط ونضع هذا الرمز وهذا الرمز ما معناه إذا وجدنا هذا الرمز معناه أن الدالة هنا غير قابلة معناه هذه ليس قيمة حدية كما يعتقد لا إنها ما تسمى عندنا أن الدالة لا تقبل الاشتقاق إنما تسمى النقطة الزاوية لكن الآن نزعت من البرنامج بل نقول إذن هكذا نقولنا هكذا إذن ها هنا الدالة تقبل النصف ها هو نصف وها هو نصف فنقول أن الدالة لا تقبل الاشتقاق فوضعنا هذا الرمز حتى تفهم جيدا الآن التناظر ليس بالنسبة إلى السفر إنما قلنا التناظر بالنسبة إلى محور التراتيب يعني هذه نظيرتها ها هي وهذه نظيرتها ها هي حتى نفهم جيدا يا أبنائي هذه لاحظوا نظيرتها بالنسبة إلى محور التراتيب وهذه ها هي نظيرتها فقط أبنائي أرجو قد استفدتم كيف نستنتج جدول تغيرات من دالة لدالة زوجية انطلاقا من دالة الأولى وفي الأخير أبنائي وابنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء أنا بالسحة والعافية والتراهم على روح أمي الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وثقكم الله إلى ما يحبوا يرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر